اكثر من 6000 اسير فلسطيني يقبع في معتقلات الاحتلال الاسرائي ملف الاسرى لطالما شكل اساس الحركة النضالية الفلسطينية كيف لا وفي كل بيت فلسطيني يوجد اسير ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الوفد المغربي الحقوقي لفلسطين للاطلاع عن قرب على واقع الاسرى وذويهم ومدى اهمية هذا الملف لدى الفلسطينيين كفا سمعنا من الاخوان والاخوات اللواتي في حالات التي يقوم بها الكيان الصهيوني باجراءات كذلك اعتبرها غريبة كل الغربة وانا محامي اعرف القانون عندما يمنع الامهات من الزيارة بحجة انعدام القرابة وجدنا هناك اخوات واخوان ينوبون عن الاسر في الزيارات هذه كذلك من الاجراءات الغريبة التي سمعناها من عند الاسر وهم صامدون كذلك حتى من عدم رؤية فلذة اكبدهن تلك الجولة وفقا للجانب الفلسطيني الرسمي تأتي ضمن حراك فلسطينيا وعربيا لتدويل قضية الاسرى وجعلها حاضرة في كافة اروقة المجتمع الدولي من المؤكد انه خرج بافكار وبانطبعات اتمنى ان تنقل هذه الصورة ليس فقط على المستوى العربي والاقليمي انما الى كل ارجاء العالم لان صوت الاسرى عذابات الاسرى تحتاج الى هذا التضامن الدولي العالمي ونحن نتحدث عن ملف الاسرى بمختلف جوانبه الانسانية والحقوقية جاء اعتصام الاسرى الموظفين في القطاع العام اعتصام نظم امام المجلس التشري في مدينة رامالله للمطالبة بانصافهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم احنا منشعر الاسرى صاروا مواطنين درجة تانية بحق لغيرهم بحق لهم مش هم بالعكس يعني مجموعة السنوات الامضوها هذول الاسرى اللي قدوا فوق الاشر سنين بتحكي عن قرن عن 13 قرن يعني بتحكي كل عشر اسرى قدوا مئة سنين بمئة وثلاثين اسير معناته 1300 سنة قدوا من عمرهم هذول في سجون من تاريخ فلسطين بالتالي الابسط الحقوق لهم انهم مكافأوا لا طلبوا اعفاءة جمركية لا طلبوا سيارات لا طلبوا شقاك ولا طلبوا شيء انما بطلبوا بحق بسيط وطبيعي انه ياخدوا موقع محترم بهالبلد انه اللي بتحمل بشكل اساسي تنفيذ القانون الهي الحكومة الفلسطينية وبنطالب الدكتور سلام فياض بتطبيق القانون الفئاتي نظام الفئاتي العليا للأسرى بشكل واضح والى جانب الحراك العربي الداعم لقضية الاسرى فان الحراك المحلي تجاه هذه القضية يؤكد من جديد اهمية وجود استراتيجية وطنية داعمة للأسير اثناء اعتقاله وايضا بعد التحرر من مدينة رامالله فارس المالكي تلفزيون القدس